سلام عليكم ازايكو جميعا يارب تكونوا بخير كتير من الناس بيصابوا بنوع من انواع التلوث المعوي بنوع من انواع التفايليات اسمه الاميبة وده منتشر جدا وموجود في الاطفال بيصاب بيه الاطفال والمرهقين والكبار واحيانا بيجي باعراض شديدة بيجي بارتفاع بدرجة الحرارة بترجيع باسهال بانتفاخ بغازات واحيانا كمان بيجي بصورة بسيطة في الناس اللي هندوهم تلوث معه مزمن ومنعتهم كويسة بيجي احيانا بامساك مزمن مرة امساك مرة اسهال مرة غازات وده له كرصات او له علاج دوائي احنا كأطباء بنكتبه هذا لا يمنع ان احنا نتعرف على الطرق العشبية اللي هي تساعدنا على التغلب على التلوث المعوي بالاميبة عشان ما نتعرضش للأدوية كتير لان اي تعرض للأدوية كتير له اعراض جانبية على المدى البعيد طب ايه هي الاعشاب المثبتة علميا اللي هي لها دور فعال في القضاء على الاميبة او الطفاليات دي وفي نفس الوقت حمايتنا منها اول حاجة مثبتة علميا وهو السوم السوم من الحاجات الحلوة اوي المثبتة علميا وله دور فعال في منع تكاثر الاميبة والقضاء عليها نهائيا وتعمل دراسات في باكستان في سنة 2008 قرنه بين تأثير السوم في علاج الاميبة وتأثير الادوية اللي احنا بنديها في علاج الاميبة كقرصات لعلاج الاميبة وجدوا ان السوم فعال اكتر في علاج الاميبة وبيقضي عليها وبيقضي عليها اكتر من الادوية اللي احنا بنوصفها سواء للاطفال او المرهقين او الكبار وده لان السوم بيحتوي على مادة اسمها الاليسين المادة دي مضاد تفائليات قوي مضاد بكتيريا مضاد فيروسات طيب نستخدم التوم ازاي عن طريق بالنسبة للكبار تناول 3 فصوص سوم يوميا كل فص يتشرح كده بسكينة ويتبلع مش هيتمضغ فيه ناس مش بتحب السوم فالبديل بالنسبة لهم ان هما يتناولوا كابسولات السوم بمعدل من كابسولتين لتلات كابسولات يوميا فيه بنصح كمان ان احنا نركز على السلطات اللي هي بتحتوي على السوم بصورة تازجة زي سلطة البازنجان بالطوم باللمون بزيت الزتون وصلتة الطماطم بالطوم باللمون بزيت الزتون وصلتة الزبادي بالطوم كل السلطات دي بتحتوي على الطوم بصورة تازجة بترفع منعتنا ضد عدوى الأميبة ولو قصبنا بالأميبة ما بيجيش بالصورة الشديدة اللي انا ذكرتها في الأول وبتساعدنا على التغلب عليها تاني حاجة مثبتة علميا وهو زيت جوز الهند الطبيعي العضوي البكر ده مش بس بيقضي على الأميبة ده بيقضي على اي تلوث معه في الجهاز الهضني لدرجة ان هو بيسمى معقم للجهاز الهضني ليه؟ لان هو بيحتوي على مضادات أجسده ومضادات التهاب فأي التهاب مزمن موجود في الجهاز الهضني بسبب التلوث معه المزمن بالأميبة أو بسبب اي تلوث معه اتعرض ليه جهاز الهضني بيقضي عليه وبيقضي على التفايليات وبيقضي على جرسومة المعدة فعشان كده بينصح بتناول زيت جوز الهند الطبيعي العضوي البكر مش اي نوع زيت جوز الهند بمعدل معلقة صغيرة مرتين يوميا لمدة أسبوع أسبوعين تلاتة وما لوش اي أعراض جانبية وبنصح الأمهات بزيت جوز الهند للأطفال انا وصفت الأمهات بالطريقة اللي انا هقول لكم عليها قلت الأمهات ديفي الزيت جوز الهند الطبيعي العضوي البكر قليل من عسل النحل الطبيعي لأن ده له فوايد أخرى مطهرة ومعقمة وكل يوم قدي ابنك اتنين سنتي من زيت جوز الهند الطبيعي العضوي البكر اللي متضاف ليه عسل نحل طبيعي ده هيساعد قوي على تطهير الجهاز الهضمي بالنسبة للأطفال وإحمايتهم من عدوى الأميبة وإحمايتهم من أي عدوى بكترية أو عدوى بيروسية وفي نفس الوقت لو أصيبوا بالعدوى مش هيحصل لهم الأعراض الكبيرة أو ييجي بالشدة اللي انا ذكرتها في الأول تالت حاجة مثبتة علميا ولها دور فعال جدا في علاج الأميبة وهو الكركم الكركم نظرا لاحتواءه على مادة الكركمين المادة دي وجد إن هي فعالة جدا في القضاء على التفايليات ومنع تكاثرها وفي نفس الوقت حمايتنا منها ولو أصيبنا بهذه التفايليات ما تجيش بالصورة الشديدة اللي انا ذكرتها في الأول وبيساعدنا بسبب تناوله بصفة مستمرة على القضاء عليها وإحمايتنا منها وإحمايتنا طبعا من مضاعفاتها الأميبة لها مضاعفات كتير قوي الأميبة إذا أهمل علاجها ممكن تؤدي إلى خراك في الكبد ممكن تصيب الدماغ ممكن تصيب الرئة ممكن تصيب أي جهاز في جسمنا فعشان كده لا تهمل لازم تتعالج طيب بالنسبة للكركم نتناوله إزاي نضيفه الأكلنا كله نضيفه للشربة بتاعتنا نضيفه للرز بتاعنا نضيفه لأي مشروب بنشربه أو نتناول كابسولات الكركمين بالنسبة للكبار يتناوله كابسولات الكركمين مرتين يوميا بالنسبة للأطفال ممكن الأم تفرغ كابسولة الكركمين على زبادي محلب قليل من العسل وتديه لولدها أيضا من نسبة للحاجات المثبتة علميا أيضا ولها دور فعال في علاج الأميبة وهو الزعتر الزعتر له دور فعال في علاج الأميبة وبالزات زيت الزعتر عن طريق إضافة 3 نقط من زيت الزعتر على نص كباية مية ونتناوله 3 مرات يوميا حتى الشفاء أيضا من ضمن الحاجات المثبتة علميا والأعشاب المثبتة علميا ولها دور فعال في القضاء على الأميبة وحمايتنا منها هو القرومفل القرومفل بيحتوي على مواد فعالة مضادة للأميبة بتساعد على التغلب عليها ومنع تكاثرها وحمايتنا منها القرومفل يفضل إن احنا نتناوله بطريقتين إما نتناوله بصورة مطحونة مع لقة صغيرة ونضيف عليها نص كباية مية دافية ونشربه 3 مرات يوميا أو نتناوله في صورة زيت القرومفل 3 نقط من القرومفل نضيفها على نص كباية مية ونشربه 3 مرات يوميا حتى الشفاء أيضا من ضمن العشاب المثبتة علميا وليها دور فعال فعلا في القضاء على الأميبة وإحمايتنا منها ومنع تكاثرها في جسمنا زيت النيم أو عشبة النيم عشبة النيم العشبة دي فعالة جدا في القضاء على الأميبة والتخلص منها سواء أوراق النيم الخضرة أو مشروب النيم أو عصير النيم أو زيت النيم أنا بنصحكم بزيت النيم 3 نقط من زيت النيم نضيفها على نص كباية مية ونشربها 3 مرات يوميا حتى الشفاء ايضا عشبة البردقوش زيت البردقوش 3 نقط من زيت البردقوش نضيفها على نص كباية مية ونشربها 3 مرات يوميا ده طبعا مع مراعاة الاتي مهم جدا نشرب مية من الفلتر 5 مراحل فما فوق مهم جدا نخسر خضرنا وفاجهتنا بصورة كويسة مهم جدا نتجنب الوجبات السريعة والسلطات الخضرة من الخارج لانها ما بنضمنش تعاقمها واحيانا بتكون سبب من اسباب التلوث المعوي مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع وسلام عليكم اشتركوا في القناة